قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بزيارة إلى مركز البحرين للمستثمرين وعقد سموه لقاء مفتوحا مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين بحضور عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وقد استمع سموه خلال الزيارة إلى المشكلات التي يعاني منها المستثمرون ورجال الأعمال وناقش سموه معهم الحلول وأمر سموه بوضعها حيز التنفيذ والتطبيق مع الاستمرار في إيجاد نظام الذي يسهل العمل في مركز خدمات المستثمرين والمركز البلدي الشامل وفي هذا الصدد فقد كلف سموه اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بأن تبحث مع الوزرات والجهات الحكومية التي تتأخر في الرد على طلبات المستثمرين أسباب ومبررات التأخير على أن يشمل ذلك أيضا دراسة إمكانية اعتبار طلب الترخيص للمشروع الاستثماري موافقا عليه إذا مرت فترة زمنية محددة لم تبت فيها الجهة المعنية بشأنه فيما كلف صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والسياحة بوضع الحلول التي اتفق عليها مع المستثمرين ورجال الأعمال موضع التطبيق الفوري كما كلفه سموه بتعديل نظام الإلكتروني الذي تم استحداثه لطلبات الترخيص للمشاريع الاستثمارية لتلافي العيوب الموجودة فيه حاليا والتي أشار إليها رجال الأعمال والمستثمرون وتصحيحها على الفور وذلك بالتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية كما وجه سموه بتقليل عدد الجهات الحكومية التي تبت في طلبات الترخيص أو الترخيص الاستثمارية إلى أقل حد ممكن وأن يقتصر البت فيها على الجهات ذات الاختصاص المباشر بموضوع الترخيص فقط وتقليل الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص للمشروعات الاستثمارية وقال صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة شكلت الأجهزة والإدارات والهيئات للتسهيل لا للتعقيد على المستثمر لذا لا يجب أن يكون هناك أي بطء من قبلها في البت في الطلبات الاستثمارية ومرفوض البت المماطلة وتكديس الطلبات وكل مسؤول يعرف حدود مسؤوليته فمن غير المقبول أن يتولى موظف أو مسؤول خدمة المستثمرين ويتأخر عنده طلب المعاملات بحجة عدم وجود الصلاحيات اللازمة له كما أن التشريعات الاستثمارية قد وضعت لدعم الاستثمار لا لعرقلته وللتسريع لا للتعطيل مؤكدا سموه أن ترديد المسؤولين لعبارة أن كل الأمور على ما يرام لم تعد مقبولة وأن لم تقترن بفعل وواقع يدعمها ويثبت أن الأمور فعلا على ما يرام من وجهة نظر المواطن والمتعامل أولا مشددا سموه على ضرورة المتابعة الحثيثة واللسيقة من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية وفي مركز خدمات المستثمرين وأن يكونوا متواجدين دائما في موقع العمل للتدخل في الوقت المناسب لحل العقبات العالقة أمام جميع المستثمرين وضمان عدم تأخر طلباتهم وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة بأجهزتها المختلفة ماضية في تفعيل عمليات إصدار التراخيص للمستثمرين والتعجيل بها مؤكدا أن سموه شخصيا يتابع ملاحظات وشكاوى المستثمرين كما تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجان الوزارية المختصة والوزراء إيمانا من الحكومة بهمية العملية الاستثمارية في الشأن الاقتصادي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تطوير مناخ الاستثماري في المملكة وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على القدرة التنافسية للبحرين وريادتها في مجال الاستثمار والأعمال وذلك من خلال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والإجراءات التي تنظم بيئة الاستثمار وتطويرها لتتواكب مع احتياجات المستثمرين والمستجدات في السوق العالمي من جانبه عرب سعالة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن عظيم امتنانه على تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله بزيارة مركز البحرين للمستثمرين وطلاع سموه على أليات العمل في المركز ومدى تنفيذه للأهداف المرجوة من إنشائه مشيدا باهتمام ومتابعة سموه رجل الاقتصاد الأول في مملكة البحرين لدور المركز في العملية التنموية وعلى ما تفضل به سموه من توجهات سديدة وقيمة والتي ستسهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز لتتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو وتقدم في القطاعات الاقتصادية والخدمية وأكد أن الحكومة الموقرة تسعى دوما إلى إيجاد البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين من خلال سن التشريعات والأنظمة القانونية لضخ المزيد من رؤوس الأموال مما يسهم في رفعة الوطن ونموه وقد أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين على وقوف سموه الدائم معهم في تذليل أي تعقبات يواجهها المستثمر أو التاجر وحرص سموه على المتابعة المستمرة لكل ما يعترض عمل القطاع الخاص وتوجيهات سموه بتيسير الإجراءات التي تعزز من عمل هذا القطاع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع